بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا بهذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد استكمالًا للباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل وهذا الباب هو باب عظيم يبين أن صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل مما يضاد التوحيد ومن أعظم ذلك التقرب بالذبح لغير الله عز وجل لأن الذبح عبادة والعبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وذكر المؤلف تحت هذا الباب قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حيث جاء فيها أن الصلاة لا تكون إلا لله ومثلها النسيكة يعني الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وكما أن الإنسان لو صلى لغير الله وركع وسجد لغير الله عز وجل يكون قد وقع في الشرك الأكبر فكذلك من تقرب لغير الله بالذبائح فإنه يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه جاء في الآية لا شريك له يعني لا شريك له في الصلاة ولا شريك له في الذبح ولا شريك له في أحكام حياتك ولا في أحكام مماتك قل إن صلاة ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك له فكما أن أحكام حياتك تأخذها من الله عز وجل وتتعبد لله بها وأحكام مماتك وما فيه من صبة التكفين والصلاة على الميت وقسمة التركات ونحو ذلك كلها تأخذ أحكامها من الله سبحانه وتعالى فكذلك صرف صلاتك وذبائحك إنما تكون لله سبحانه وتعالى وهذا الباب ذكره المؤلف في أزمنة انتشر فيها الذبح لغير الله عز وجل فهناك من يقدم الذبائح للأموات يذبح لهم ويتقرب لهم بهذه الذبائح في الموالد وفي غيرها وبعض من الناس ينذر نذرا من ماله من بقره أو من إبله أو من غنمه ويجعلها وقفاً على السيد الفلاني يعني على ضريح السيد الفلاني أو على ضريح القبر الفلاني تذبح في المواسم تذبح عند الموالد إلى غير ذلك فهذا كله من عمل الجاهلية فإن أهل الشرك كانوا يذبحون عند أوثانهم وأصنامهم ويتقربون لها بذلك وهؤلاء الذين يفعلون ذلك لا حجة لهم إلا مجرد التقليد أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك فصاروا يفعلون مثل ما يفعلون وفعلهم هذا مصادم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل نبيه بقوله عز وجل فصل لربك وانحر يعني أنك كما تصل لربك فانحر لربك فهذا هو معنى النسك ولهذا سميت الأحكام المتعلقة بالحج المناسك مناسك الحج لأن أظهر الشعائر من أظهر الشعائر في الحج النسك لله التقرب لله في هدي التمتع وهدي القران وفي التطوع فأظهر ما في شعائر الحج النسك الذبح لله عز وجل ولهذا غلب هذا الاسم على بقية أحكام الحج حتى قيل مناسك الحج مع أن هذه المناسك تشمل الذبائح والهدي وغيرها من الأحكام لكن غلب الاسم على ذلك فصارت تسمى مناسك ومما استدل به المؤلف أيضا على شناعة الذبح لغير الله ما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بصحيحه ومن المعلوم أن لعن الوالدين من أشنع العقوبات فإذا كان الإنسان منهي عن أن يقول لوالديه أف فكيف إذا لعن والديه فهي جريمة شنيعة ولهذا قدم عليها الذبح لغير الله فقدم لعن من ذبح لغير الله عز وجل على من لعن والديه فدل على شناعة هذا السلوك الشركي الذي وقع فيه المشركون قديما وحديثا ومن الأحاديث العظيمة التي ذكرها المؤلف في هذا الباب حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا وهذا يدل على أن التقريبة بالذبائح للأصنام هي من أعظم شعائر التعبّد فأهل الأصنام يتعبّدون ويلزمون الناس بهذه الشعائر فلا يتجاوز أحد أصنامهم حتى يقرب فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب يعني ليس عندي ذبائح أذبحوها لهذا الصنم قالوا له قرب ولو ذبابا وهذا الذباب الحقير لا قيمة له لكن فيه دلالة على التعظيم يعني كونه قرب لهذا الصنم فمعنى ذلك أنه مقر للتقرب لهذا الصنم قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلّوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وقال العلماء وقال العلماء عند دراسة سند هذا الحديث أنه صح موقوفا على سلمان الفارسي يعني الحديث صحيح من كلام سلمان الفارسي وهذا الحديث فيه حديث عن أمر غيبي وهو أن أحد الذين قرب للصنم دخل النار والذي لم يقرب وقتل دخل الجنة وهذا الأمر الغيبي ليس فيه مجال للرأي يعني لا يمكن أن يجتهد فيه سلمان من عند نفسه ولهذا يكون له حكم الرفع هذا إذا لم يكن الحديث أخذ من الإسرائيليات ولم يعرف أنه أخذ من الإسرائيليات فيبقى أن هذا الحديث له حكم الرفع لا سيما وقد دلت الأدلة على أن الذبح لغير الله شرك لكن الإشكال الذي استشكله بعض الناس أنه كيف دخل النار النار الذي قتل الذي قرب وهو مكره لأنهم قالوا لن تتجاوز حتى تقرب فقرب في حال الإكراه فلما قرب في حال الإكراه مع هذا دخل النار فهذا استشكله بعض الناس ومن المعلوم أن المكرهة لو تلفظ بالكفر فإنه لا يدخل النار في حال الإكراه لكن هل هذا خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الأمم السابقة لا يسمح لها في حال الإكراه بل عليها أن تثبت على دينها وغير معفو عنها في حال الإكراه هذا قال به بعض العلماء وقولهم قوي جدا فإن هذا من التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومما يدل على أن هذا خاص بأمة محمد قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطى والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمة الخطى والنسيان وما استكره عليه فقوله عن أمة يشعر بالخصوصية رفع عن أمة والمفهوم أن الأمم السابقة هذا ليس بمرفوع عنهم ويقوي هذا القول أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا في البداية مع الرسول صلى الله عليه وسلم عذبوا عذابا شديدا ليرجعوا عن الإسلام فجاءوا يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشقه إلى نصفين ولا يصده ذلك عن دينه فدل على أن السابقين يثبتون على دينهم ولو قسم الرجل إلى نصفين فعلى هذا الاستشكال الذي استشكله بعضهم غير وارد هنا وبعض العلماء حمل أن الإنسان يباح له في حال الإكراه على القول للفعل لأن الفعل أشنع من القول فلو قال كلمة الكفر في حال الإكراه فهو معفو عنه أما في حال الفعل فإنه لم يرد عليه نص وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه فهي في القول فإنهم ما تركوه حتى قال قولا يرضون به فيما يتعلق بالشرك ولم يفعل فعلا لم يقول له اذبح للصنم ولم يقول له اسجد للصنم وهذا ما جعل بعض العلماء يحملون موضوع الإكراه على أنه يكره في القول للفعل وأما الفعل فلا يكره عليه ولكن لفظ الآية فيه صيغة العموم إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهو له صفة العموم وعلى كل فإن الثبات على الدين ولو قتل فلا شك أن هذا أفضل لا شك أن الثبات على الدين هذا أفضل لكن من أكرها فله رخصة فله رخصة لكنه إن صبر على دينه حتى قتل فهذا أفضل ولبعض العلماء تفصيلات في هذه الحالة فقالوا إن كان في صبره تقي لإيمان المؤمنين ونصر للحق فإنه يصبر هذا أفضل له لا سيما إذا كان لو يعني فعل الكفر أو تلفظ بالكفر في حال الإكراه أثر على كثير من المسلمين الذين لا يدركون الحقائق فقالوا هذا أفضل له واستدلوا بذلك على فعل السلف رضوان الله عليهم مثل محمد بن نصر الشهيد الذي قتل في زمن فتنة المأمون في القول بخلق القرآن ومثل صبر الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه من يقول تخلص منهم يعني بتأويل وبرخصة فقال لمن قال له هذا القول انظر إلى الحاضرين من الناس فقال إنهم كثر وكل منهم يريد أن يكتب ما تقول فقال أضل هؤلاء يعني لو ترخصت الآن وقلت شيء فهذا يكون سبب لإضلال هؤلاء فلهذا من كان في ترخصه يعني فتح باب شر على الإسلام والمسلمين وفيه مضر على الدين وفيه مضر على إخفاء حقائق الدين ونحو ذلك فالأفضل له أن يصبر ولو قتل وإن كان الأمر ليس كذلك فله أن يختار الرخصة له أن يختار الرخصة وقد تكون الأفضل له إذا كان في بقائه على الحياة نفع للإسلام والمسلمين بطريق آخر فهذه مسألة اجتهادية يقدرها الإنسان أيهم أفضل له هذا أو هذا ولا شك أن اختيار أن يموت في سبيل الله فهذا لا شك أنه إذا لم إذا سلم من هذه إذا ليس فيه هذه المسائل التي ذكرها العلماء فهذا بأعلى المنازل ولهذا رأينا أن بعض الناس ما هو على الكفر يختار الموت على الأسر لأن الأسر مظن أن أن يفتن عن دينه في حال الأسر مظن أن يكون أسيرا عند الكفار فإنه فإن الأسر عند الكافرين مظن أن يفتن عن دينه فهو في هذه المظن يختار الموت على الأسر وقد بوب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحة باب من اختار القتل على الأسر باب من اختار القتل على الأسر يعني أنه يمتنع أن يكون أسيرا عند الكفار ولو قتلوا ولو غلب على ظنه أن يقتل وذكر بهذا قصة السرية الذين أحاط بهم بنوا لحيان وهم عدد قليل وبنوا لحيان الذين أحاطوا بهم كثير فهو يغلب على ظنهم أنهم لن يفعلوا شيء مع هذه الكثرة الكاثرة ومع هذا اختار بعضهم أن يكون أسيرا واختار بعضهم أن لا يكون أسير وقاتلهم حتى قتل فهذا الذي جعل الإمام البخاري يجوز يبوب على هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من جالدهم حتى قتل ولم ينكر على من استأسر لهم كخبيب بن عدي والأسر ليس كفر وإنما هو مظن لأن يفتنى عن دينه وهذا أيضا يدل على وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل وهذا يدل على وضوح هذا الأمر عند المسلمين لأن دين الناس أتباع الأنبياء من قديم دينهم الإسلام وأوضح ما عندهم التوحيد وما يتعلق به كل الأنبياء من آدم عليه السلام فهو نبي مكلم إلى نوح إلى غيره فأوضح ما عندهم التوحيد وهو صرف العبادة لله عز وجل ولهذا كان واضح لديهم أن التقرب لا يكون إلا لله لا يمكن أن تتقرب إلا لله وأما لغير الله فلا يمكن التقرب ولهذا هذا الرجل قال ما قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فالتقرب إنما يكون لله عز وجل وهذا أيضا يدل على أهمية الفعل الفعل فإن هؤلاء الكافرين أرادوا شيئا بسيطا لكنه عنوان للشرك فهم أرادوا شيئا بسيطا من هذه الأفعال ولو ذباب يقربهم وهذا أيضا يدل على خطورة الشرك إذا كان ذباب ينقلك من ملة إلى ملة والعياذ بالله فهذا شيء عظيم يجعل الإنسان دائما شديد الحساسية فيما يتعلق بما يجرح توحيده لا يتساهل بهذا الجانب البتة شيء يجرح دينك وتوحيدك فهذا لا تتساهل فيه البتة فإن هذا الذباب على حقارته نقل الإنسان من ملة إلى ملة وما الدليل على أنهم كانوا على ملة الإسلام ثم دخل في الشرك لأنه قرب ذبابا ما الدليل قالوا لأن الحديث قال دخل النار في ذباب فدل على أنه لو كان على شرك قبل ذلك ما دخل النار في ذباب فدل على أن سبب دخوله النار هو هذا الذباب فمعنى فمعنى ذلك أن التقريب بالذباب نقله من الإسلام إلى الشرك جرنا الله وإياكم من الشرك ولهذا استنبط المؤلف هنا عدة مسائل جميلة جدا تشير على أهمية هذا الباب فذكر أن هذا الباب فيه مسائل لأنه عليه رحمة الله يلخص المسائل التي تمر في الباب في آخر الباب فقال الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي يعني المسألة الأولى العظيمة هو تفسير النسك وأنه الذبح وأنه مثل الصلاة وأنه لا يكون إلا لله المسألة الثانية تفسير فصلي ربك وانحر وقد تقرر معنى من سابق أن العبادة هي ما أمر الله به العبادة هي ما أمر الله به وقد أمرنا بالنحر كما أمرنا بالصلاة فهي عبادة فإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك وصرفها لله توحيد المسألة الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله يعني لما لعنى أربع أصناف من الناس في حديث علي فإنه قدم لعن الذابح لغير الله على لعن من لعن والديه فدل على عظم الأمر لا سيم واللعن هو الطرد من رحمة الله ولا يدخل اللعن في معصية إلا وهيها مصنفة مع الكبائر فإن من علامات الكبائر أن يأتي فيها اللعن من علامات الكبائر أن يكون فيها لعن لمن فعلها والشرك أكبر الكبائر فهو يدخل من هذا الباب الخامسة لعن من لعن والديه وهذا يشمل صنفين من الناس الصنف الأول أن يلعن والديه مباشرة الصنف الثاني أن يتسبب في لعن والديه بمعنى يلعن يلعن والدي رجل أو امرأة فيرد عليه بالمثل فيكون هو سبب في لعن والديه فهذا يدخل في هذا اللفظ الخامسة لعن من آوى محدثا وهذا المحدث هو الذي يحدث شيئا يجب فيه حق لله يعني يحدث معصية وهذه المعصية يجب فيها حق لله ثم يأتي شخص بجاهه أو سلطانه فيحول بينه وبين أخذ الحق الله منه فمثلا المحدث الذي يرتكب شيء مما فيه حدود كالزنا والسرقة وحد القذف وحد شرب الخمر ونحو ذلك هذا محدث ووجب حق لله أن يُخذ من هذا ويقام عليه الحد فإذا جاء شخص وحمى هذا وحال بينه وبين إيقاح حق الله عليه فهذا ملعون العياذ بالله وداخل ومثل هذا صاحب البدعة فإن صاحب البدعة واجب على المسلمين أن يقيموا فيه حق الله ولهذا المبتدع يُعامل على قدر بدعته فإن كانت بدعته لا تندفع إلا بقتله جاز قتله إذا كانت بدعته لا تندفع إلا بقتله جاز قتله وإن كانت تندفع بدعته بغير ذلك عُمل على قدرها ولهذا نرى أنه لما جاء رجل مُبتدع في زمن عمر بن خطاب رضي الله عنه وأثار الشكوك في كلام الله عز وجل وبدأ يسأل عن متشابهات لغرض التعنت والاعتراض على كلام الله عز وجل وهو الرجل المسمى صبيغ بن عسل فجي به إلى عمر وقد عرف عن حاله فأمر أن يضرب على رأسه وقال للظالب اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس والأصل أن الشيطان يوسوس في القلب لكن هذا شيطانه في تفكيره لأن عنده وسوس في آيات الله عز وجل وقد أضرب الرجل وإن الشيطان وإن الشيطان وإن الشيطان وإن الشيطان وإن الشيطان وإن الشيطان ما أورد هذه الأسئلة لأن فيها أسئلة تشكيكية لا تجوز في دين الله عز وجل ولا يجوز للإنسان في مسألة لم يسأل عنها الصحابة وسمعوها وقبلوها ثم يبدأ يسأل عنها أوضح مثال السؤال عن كيفية صفات الله كيف يده كيف قدمه كيف غضبه ونحو ذلك فالصحابة كلهم سمعوا ما جاء من الآيات والأحديث في هذه الصفات ولم يسأل أحد عن الكيفية مر عصر الصحابة ما فيه واحد سأل عن الكيفية فدل على أن الموقن المؤمن ما يسأل عن الكيفية لأنه يعلم أن الكيفية لم يرد فيها شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ورد فيه شيء لا وجب عليه البلاغ فلما لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في الكيفية علم أنه ليس من الدين أن تعرف الكيفية ولم يرد في ذلك شيء ليس من الدين أن تعرف الكيفية ولم يرد في ذلك شيء وكتمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه ولهذا لما سأل سؤال عند الإمام مالك كيف استوى أمر بطرد هذا السائل وقال أراك رجل سوء وأمر بإخراجه لأن ما الذي حملك أن تسأل هذا السؤال فكذلك هذا الرجل في تفكيره شيطان لاعب في رأسه فقال اضرب الراس فإن الشيطان في الراس فضربه الضارب بعرجون من عراجين النخل ضرب على رأسه ضربات وكان هذا علاج له بإذن الله عز وجل ولهذا قال يا أمير المؤمنين والله ما أجد ما عد أجد الأشياء الشبى والشبوك التي في رأسه فإن أردت أن تقتلني فاقتلني يعني بطريقة أحسن من هذه وأما ما كان يجول في ذهني ما عد أجده فلما قال ذلك كف عنه لكن يحتاج أن يتأكد فأمر بإخراجه من المدينة ولعله كان من أهل العراق لكنه نهى الناس عن مجالسته لأن لا يسبب لهم فتنة في دين الله عز وجل هذه حالة للمبتدع قد يكون المبتدع شره عظيم فلا يندفع شره إلا بقتله وهذا طبقها المسلمون في قصة الجعد بن درهم فإن الجعد بن درهم صار ينفي أشياء متعلقة بأسماء الله وصفاته بناء على لوث دخل في عقله وقال هذا لا يمكن وحتى مما قاله أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وهذا لم يجر عليها أحد قبله ما جرى أحد قبله عليها وهو يأتي بهذا تحت أسلوب التنزيه يقول ننزه الله عز وجل أن يتكلم لأنه لو تكلم صار مثل البشر الذين يتكلمون والله عز وجل ليس كمثله شيء وهذا لا علاقة له بالتشبيه البتة لأنه لو سار على هذا الخط لقال إن الله غير موجود لأن البشر في الوجود هذا قياس فاسد أحد يلجأ إلى هذا القياس في مقابل الآيات والقرآن ونحو ذلك ولهذا أراد المسلمون أن يحذروا فعل هذا المبتدع فجاء به أمير البلد الذي هو كان فيه في يوم الأضحى وخطب الناس خطبة عيد الأضحى ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله وضحاياكم ضحوا تقبل الله وضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم والمراد هو ليس أضحية بمعنى الأضحية المسنونة ولكن المراد إني سوف أذبح الجعد بن درهم أمامكم الآن السبب ما يمكن يقررونها المسلم يقررونها الناس يذبح شخص يقول لا إله إلا الله وظاهره الإسلام ما لم يكن هناك ما يدل على ذلك قال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وهذا ضد القرآن واضح ولذلك لم يقل أحد من المسلمين الحاضرين لا تذبح جعد بن درهم ولم يقل لا تقتله ولو أحد أنكر لنقل فإن الذي أراد أن يقدم الخطبة على صلاة العيد أنكر عليه المسلمون قال هذا خلاف السنة وهو عنده تأويل لأنه كان يقول في خطبته هجر من الكلام فإذا صلّوا صلّى بالناس انصرفوا وتركوا خطبته لأنه يقول في خطبته ما لا يحبون سماعه وهو يريد أن يسمع كلامه فاجتهد وقدم الخطبة على صلاة العيد وسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تصلي صلاة العيد ثم بعدها تخطب فلما فعل ذلك أنكر عليه المسلمون وقالوا هذا خلاف السنة قالوا هذا خلاف السنة فلو كان قتل هذا المبتدع لا يجوز ما سكت المسلمون على هذا الفعل وهو قتل شخص يقول لا إله إلا الله ودل على أن لا إله إلا الله لا تعصم من إقامة حق الله عز وجل ولهذا أخذ العلماء من هذه القصة وغيرها أن المبتدع إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل لكن هذا مبني على الاجتهاد الشرعي الصحيح يعني اجتهاد أهل العلم الذين يعرفون النصوص أما الذي لا يعرف النصوص الشرعية ويتخوض في أحكام الله عز وجل فهذا الأمر ليس إليه ليس إليه وإنما للذين يعرفون الأحكام الشرعية مثل عمر بن الخطاب وغيرها الذين يعرفون الأحكام الشرعية وينزلونها منازلها وإلا لو كان الباب يفتح على مصرعه فيأتي صاحب هوى ويقتل جميع خصومه تحت هذا الباب يقتل جميع من يخاصمونه فقال رأيت منهم بدعة سمعت منهم كذا سمعت منهم كذا ونحو ذلك فهذا الباب يعني لا يصدر فيه أحكام وكل الأحكام لا تصدر إلا من يحسن أن يحكم لا بد أن يحسن أن يحكم وأن يعرف الدين على أصوله وأن يكون من أهل الاجتهاد أو عنده من يوثق فيه من علماء المسلمين وهم الذين يحكمون بهذه المسائلة الشاهد في الأمر أن المحدث لا يجوز ملعون من آواه وحال بينه وبين منع إحداثه ومنع إقامة الحق عليه مهما كان وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن حماية المجتمع المسلم من إفساد عقائده ونحو ذلك ولو قاموا الناس هذا الأمر على أصوله الصحيحة ما رأيت أهل الإحداث يتطاولون على ثوابت الدين وعلى أصول الدين وعلى أحكام الإسلام والاستهزاب أحكام الإسلام ونحو ذلك من الرويبضات الذين انتشروا في مجتمعات المسلمين رويبضات يعني صار حتى أهل الغنى ومن لا علاقة له بالفتوى يفتي في دين الله عز وجل ويناقش ويثير الشكوك ويطرح أسلة تشكيكية بعضهم ينشر مثلا فيما يتعلق بعدة المرأة إذا مات زوجها ويشكك قضايا منصوص عليها في القرآن يشكك فيها لماذا تجلس أربع عشر وعشرة محبوسة لماذا الله عز وجل لا يوجه له هذا السؤال لا يسأل عن ما يفعل لا بد أن يتربى الناس على اليقين في أحكام الله عز وجل ولا يجوز أن يفتح هذا الباب لمثل هؤلاء الرويبضات يطرحون يذكرون هذا الكلام أمام الناس لأن ضعاف العقول من الناس ومن لا علم عنده ونحو ذلك ربما يرد عنده تشكيك وهو ليس راسخ الإيمان ولو طبق هذا المبدأ عدم إيواء المحدثين وعدم الدفاع عن المحدثين ونحو ذلك فإن هذا فيه صيانة للمجتمع الإسلامي كبيرا السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جالك فتغييرها بتقديم أو تاخير هذا مما يسبب الفتنة بين الناس والخصومات وهذا أيضا من حماية المجتمع الإسلامي فإن المجتمع الإسلامي ليس كحال الكفار الذين لا يمنعهم إلا قوانين عندهم مكتوبة بل المسلمين عندهم رادع داخلي في أنفسهم يعني هو لا يتجرى على مثل هذا خوفا من الله عز وجل وكان بإمكاني أن يغير منار الأرض في الليل ولا يرى أحد لكنه لإيمانه ولما يعرف من لعن هذه الحالة فإنه لا يفعل ذلك فهو أمر خطير أن تنشى الخصومات بين المسلمين وهذا يخاصم هذا وتضيع الحقوق ونحو ذلك فهذا مما فيه صيانة للمجتمع المسلم وحتى لو كان الأرض مثلا كملك لغير مسلم من أهل الذنب الذين يعيشون بين المسلمين فلا يجوز أن تغير حدود أرضه ولا تقول هذا كافر ما دام أنه كافر ما دام أنه من أهل الذنب وأعطي عهد فلا يجوز أن تظلمه بل هم لا يحملهم على الدخول في الإسلام إلا العدل ولذلك كان أهل الذنب يختارون حكم المسلمين على حكم من هم على ملتهم لأنهم يرون العدل يرون أنهم يعني لا يظلمون في حكم المسلمين وهذا إلى الآن نجد أنواع من هؤلاء يقولون نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية وهم نصارى يقول نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية ليش تطالب بتحكيم قال لأن المسلمين أرحم لنا من غيرهم إذا حكم المسلمون فهم أرحم لنا من غيرهم من الكافرين الآخرين فهم يحجزهم دينهم عن الوقوع في الظلم وأخذ الرشوة ونحو ذلك مما يحصل في المجتمعات وهذا الحكمة من ذلك الحكمة من إبقائهم بالجزية في حكم المسلمين هو ليروا أحكام الإسلام ولهذا كثير منهم يدخل في الإسلام وبعضهم يتعصب على دينه وتأثير والدي عليه فأبواه يهودان أو ينصران لا ينتقل لكن من عرف من عرف من عرف حكم المسلمين أيام كان يحكمون بالعدل وتقام شريعة الله عز وجل وينظر فيما كتب أهل الذمة عن المسلمين يرى كيف يعترفون ويشهدون بعدل المسلمين السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم يعني المعين الشخص بإسمه فأنت تلعن أصحاب المعاصي تقول ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على اليهود والنصارى في الجملة لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن الله من غير من أهل فأنت تلعن من وقعت في هذه الصفة بصيغة العموم لكن لا تقول لعن الله فلان من الناس لماذا أنت تقول هذا الرجل عنده رأيته آوى محدث جاء محدث فآوى ومنعه فتلعنه بذاته نقول لعن الفعل قل لعن الله من آوى محدث أما الرجل فما تدري على أي شيء يموت فإنك فإنك فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل فأنت ما تدري هذا على أي شيء يموت لكنه لو عرفت أنه مات على الكفر بدليل واضح فهذا تلعنه تقول لعنة الله على فرعون وعلى هامان ونحو ذلك لأنه بنص القرآن أنه مات على الكفر تبت يداء أبي لهب وتب بنص القرآن فهذا عين لكن فيه النص هذا فيه النص لكن الذي لا تدري عن حاله ولهذا يكون اللعن للصفة وليس للمعين لأنك لا تدري بماذا يختم للمعين وأيضا ربما يكون عنده شيء من التاويل أو الجهل أو نحو ذلك وهذا الحكم ليس خاص باللعن فحسب بل يدخل فيه التفسيق إلا عند الحاكم الشرعي فإن الحاكم الشرعي إذا شهد عنده بفسق شخص فإنه يقول رددت شهادته لفسقه لكن هذه ما هي قضية عامة وإنما في موضع الخصوم فقط ومثل ذلك التبديع فتقول فعل كذا بدعة فأنت إذا وصفت الفعل بأنه بدعة فمن وقع الناس يعرفون أن هذا بدعة لأن الغرض هو إزالة البدعة ومثل ذلك التكفير ترى إنسان مثلا ذبح لغير الله فهذا لابد لأنك يحتاج أن تعرف هذا الرجل ما هو هل هو عايش في بلاد بعيدة عن الإسلام هل هذا الرجل لا يعرف أحكام الإسلام ما الذي حمله على ذلك فلا بد أن تعرف هذا وإن كان بعض العلماء يقول ما يتعلق بأصول الدين فهذا لا عذر فيه ما يتعلق بأصول الدين فهذا لا عذر فيه لأن واضحة ما يكون فيه تكذيب للرسول صلى الله عليه وآله فهذا لا عذر فيه واحد يقول الرسول كذاب كيف تعذره معنى ذلك أنه ما عظم الرسول أصلا لأنه يعتقد أنه كذاب فقال وصول الدين وما يتعلق بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والتاويل الذي لا قيمة له وليس فيه أدنى شبهة مثل تاويل الباطنية الباطنية يقولون الصلاة هي حفظ أسرار السادة والكبرى عندهم هذا التاويل يقبل فهم يؤولون كل حكام الإسلام الحج زيارتهم الصيام الإمساك عن كذا فهذا تلاعب بالدين هذا لا يلتبت إليه البتة ولهذا العلماء يقولون لا ينظرون في عذر الفلاسفة ولا في عذر الباطنية ولا في عذر من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من أصول الإسلام الظاهرة وهل الذبح من ذلك الله أعلم إن الصلاة والذبح لو قال شخص أنا أصلي لغير الله أربع ركعات للولي وأربع ركعات لله عز وجل هذا كيف تعجره هذه أشياء متعلقة بأصل الإسلام يعني لا بد أن دخوله في الإسلام أنه عرف معنى الإسلام أنه عرف أن العبادة لا تكون لله فإذا ما عرف أن الصلاة من العبادة والزكاة من العبادة وما عرف أركان الإسلام فماذا عرف وفي أي شيء دخل ولهذا هذا الباب فيه غلو من طائفتين طائفة لا تعذر شخص أبدا ولو في مسائل دقيقة يحتاج الأمر فيها إلى بيان وإضاحة وشخص ناس يعذرون في كل شيء يعذرون في كل شيء ولو ارتكب الكفر الصراح وهو بين المسلمين وفي ديار المسلمين والأصل هو التفريق لكن هذا يحتاج إلى نظر من عنده بصيرة بالأحكام الشرعية وبالعلوم الشرعية ولأن أيضا تطبيق ضوابط التكفير هي للذي يريد أن يقيم حد الردة والحدود مربوطة بالسلطان فأنت إذا ظهر لك أن هذا كافر فلا تتعامل معه على أنه مسلم مثلا لا تزوجه لا تأكل ذبيح هذا شيء خصك أنت عملك أنت لكن لا تذهب تقتله لأن إقامة حد الردة هو للسلطان وليس للأفراد إقامة حد الردة هو للحاكم المسلم هو الذي يقيم حد الردة فإذا 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 قال شخص مثلا أنا في بلاد ما فيها ما فيها حاكم مسلم أنا في بلاد ما في حاكم مسلم نقول أنت إذا كانت حكومة كافرة فأنت مثل المسلمين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون الإحكام على الناس لأن السلطان ليس لهم والدولة ليست لهم فأنت يكفيك أن تتعبد الله عز وجل ولست بمكلف عجل مثلا يعيش مليون ولا مليونين في دولة كافرة فيها 200 مليون ولا 300 مليون ويأتي يقول أقتل هذا لأنه مرتد طيب أنت الدولة كلها كفرية كيف تقتل هذا وتقول هذا مرتد لأن هذه إقامة الحدود مرتبط بالسلطان المسلم إذا قام السلطان المسلم هو الذي يقطع يد السارق وهو الذي يقيم حد الرجم على الزاني وهو الذي يقيم هذه الأحكام ولهذا ما يتعلق يعني بالمسائل التي تقوم بها الدولة الإسلامية إذا جاءت فلا يقوم بها الأفراد ما لم يكونون أهل السلطان مثال ذلك لو كنت في بلد الكفار هل يجوز لك أن تختطف إمرأة وتقول هذه أخذت سبي هذا ما يصلح هذا ما يصلح لأن السبي مرتبط بالجهات عندما تجاهد دولة إسلامية كفار يسبون ويأخذون السبي وإن لم يكن فلا تفعل ذلك بل لا تأخذ من أموالهم شيء ما لم تكن في حال جهاد وحرب ولهذا انظروا إلى حال الرسول والذين معه في مكة ما أخذوا شيء من أموال المشركين مع أن المشركين آذوهم وطردوهم وحصروهم في شعب جياع ثلاث سنوات كان بإمكانهم يتسللون في الليل ويأخذون بعير وينحرون وياكلون فلم يفعلوا ذلك البتة فلما جاهدوهم وصاروا هؤلاء يغزونهم وهؤلاء يغزونهم صاروا يأخذون أموالهم غنيمة فهذه الأحكام ولذلك بعض الذين لافق عندهم يخلطون في المسائل وبدون فقه وبدون مراجعة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك موضوع التكفير يعني قتل الشخص لأنه مرتد فإن هذا من الحدود المرتبطة بالسلطان المسلم فإذا جاء السلطان المسلم هو الذي يقيم الحدود على المرتدين وغيرهم فمن كان في بلد فيه سلطة إسلامية فعليه أن يطالب السلطة الإسلامية بإقامة الحدود على من ارتكبها ومن كان في بلد أهله كفار فلا يقيم هو شيء من ذلك وتصوروا أنتم لو أن المسلمين المقيمين الآن في بلاد الكفر أرادوا أن يطبقوا هذه الحدود كيف يصنعوا بهم وكيف يفعلوا بهم ولو فعلوا ذلك لخالبوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل الأصل أنهم لا يقيمون عند الكفار إلا للضرورة يعني إذا لم يجدوا بلد إسلامي يهاجرون له فالأصل أنهم ما يجلسون بين الكفار إلا في حال الضرورة شخص لا يستطيع الهجرة أو لا يجد بلد مسلم يقبل أن يهاجر إليه فهذا في حال الضرورة والله عز وجل أعلم بسرائر الناس وبأحوالهم المسلة الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب يعني هذه دلالة وهي عظيمة وهنا المؤلف جرى على أن القصة صحيحة وأن ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر كما سمعتم في الكلام على أن هذه فيها من أمور الغيب وأن لها حكم الرفع وهي عظيمة لا شك وتجعل الإنسان على خوف كبير من الوقوع في الشركة جرى الله وياكم من ذلك والتاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم كلمة لم يقصده يعني هذا المقصد أمر غيبي فهو هنا يظن أنه قرب الذباب وهو لم يقصده وإنما هو مكره ومع هذا دخل النار وهذا احتمال لأن المؤلف هنا جرى على أن السابقين غير معلورين بالإكراه فلهذا قال لم يقصده ما يقصد التقرب لكن يريد التخلص من القتل وبعض العلماء قال إنه انشرح صدره بالكفر لما ألح عليه فقصده وهنا لا بد أن نفرق بين مسألتين في الفعل قصد الفعل وقصد النتيجة قصد الفعل وقصد النتيجة كيف ذلك يعني شخص ذبح عند القبر وهو يقصد الذبح في القبر لكن هو ما قصد أن يكفر هو ما قصد أنه يكفر فلا نقول لا بد أن يقصد أنه يريد الكفر فإن كثيرا من الذين يقعون في المكفرات ما يظنون أن مكفرات لكن الفعل منهم ما أشهو وإنما قصدوا وإنما قصد الفعل فهذا بخلاف السهو الخطأ الشيء الذي لا يقصده الشخص وإن كان كفري مثل قصة الرجل التي انطلقت راحلته ففرح بوجودها بعد أن ظن أنه سوف يموت جوعا وعطشا فأراد أن يشكر الله فقال اللهم أنت عبد وأنا ربه هذا ما قصد هذا القول هو قصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد هذا لا يواخذ البتة لكن لو قصد هذا القول وهو لا يريد الكفر فهو كافر ففرق بين قصد الشيء بمعنى أن الفعل تقصده وتعمله وبين قصد النتيجة فإن النتيجة قد لا يسلم علىه هو ما يرى كفر هو يرى التقرب لله هو يذبح للقبر وللولي لأن صاحب القبر إذا تقرب له نفعه عند الله هكذا عقيدته وإذا ذبح له فإن ثم يفرح صاحب القبر بهذه الذبيحة فيتوسط له عند الله عز وجل وهذا هو الشرك هذا هو الشرك أن تجعل واسطة بينك وبين الله وأن تقدم شعير العبادة لهذا الواسطة فشعير العبادة ما تقدم للواسطة تقدم لله شعير العبادة تقدم لله وليس للوسائط فإذا شعير العبادة قدمتها للوسائط فأنت نقلت حق الله إلى الوساطة نقلت حق الله إلى الوساطة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر وهذا أيضا يدل على أهمية العمل الظاهر هو اللي في قلبه ما يدرون عنه أصلا هما طلبوا أن يقرب ذبابا وهذا التقريب عمل ظاهري الذي في قلبه ولهذا يدل على أن العمل الظاهري هو المهم هو المهم عند من لا يعلم القلوب عند من لا يعلم القلوب فالعمل الظاهري هو المهم ولهذا نحكم على الظاهر دائما عند من يعلم القلوب فعمل القلب هو المهم فإن الله ينظر إلى قلبك لأنه يعلم ما في القلب ما الذي حملك على هذا ولهذا المرائي عمله ظاهره طيب لكنه بالحقيقة فاسد لأن النية فاسدة في القلب لكن هؤلاء البشر لا يعلمون ما في القلوب ولهذا هم لا يطالبون إلا بالعمل الظاهر أن تقرب ذباب لو في باطنك تلعن هذا الصنع هذا الذي يريدونه هم يريدون منك الخضوع الظاهر فقط وهذا يدل على أهمية العمل الظاهر وأنه أمر مهم جدا ولهذا كان العمل من الإيمان ودلال على الإيمان لأنه هو الذي لو كان مجرد القول كما مر معنا البارح في درس التفسير لما طلب منهم الرسول عليه السلام أن يقولوا كلمة هم يعلمون أن هذا الكلام يلزم منه عمل ظاهر أنهم يتركون عبادة الأصنام ولهذا لما سئل المشركون إلى أي شيء يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا يدعون إلى أن نقول فقط قال يدعون إلى كشر الأصنام وترك عبادة الأوثان فهم عرفوا ماذا يريد الذي يريد هو التلفظ باللسان فقط فإن هذا إذا بقوا على تعظيمهم لأصنامهم وكسر أوثانهم لا قيمة لهذا التلفظ لأن هذا التلفظ له معنى لا بد أن تؤديه وأن تخضع له وهذا في سائل العقود أنت لو أتيت تبيع وتشتري في المعارض معارض السيارات وشخص جاب السيارة وقلت اشتريت هذا قول منك بالشراء وهو قال بعت هذا قول منهم بالبيع لو أردت أخذ سيارة قال لا بس حنا نتكلم بألسنتنا هل البيع والشراء له قيمة هو قال بعت وأنت قلت اشتريت ثم لما تأخذ السيارة قال حنا مجرد نتكلم بألسنتنا هل هذا البيع والشراء له قيمة ما له قيمة لم تحصل الثمر المرادة من هذا القول فكذلك إذا قلت لا إله إلا الله وأنت لا تقلع عن عبادة الأوثان ولا تكسر الأصنام ولا تتبرى من الشرك وأهله فأنت مثل الذي قال بعت واشتريت وهو لا يمارس من ذلك شيء ولهذا ترى أن بعض الجهل الآن لا يلتزم بأحكام الإسلام ولا بشعائر الدين ويقول لك الإيمان ها هنا ويضرب على صادره يعني أنا مؤمن في قلبي مش لك شغل طيب وأنا ما أدراني عن ما في قلبك الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا والكفر ها هنا هذه كل أنا لكن ظاهرك أنت إيش أنت ماذا تصنع فهذا يدل على أهمية العمل الظاهري ولهذا اعتبر أهل العلم وهو نصوص الأحاديث والقرآن أن العمل أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان قال الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب كان دخله بسبب الشرك الذي قبل تقديم الذباب وهذه ظاهرة الثانية عشرة نكتب بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أن تستغيرك أشهدوا